طبعا بقى كلام بقى عن انقسامات بين اللاعبين بعد احداث الالتراس هتلاقوا مشاكل ما بين اللاعيبة وبعضها هتلاقوا هتلاقوا كمان امكانية ان النادي الاهلي بيبحث عن العودة ليه التدريبات سرا ده جائز بشكل او باخر ان النادي الاهلي يتضرب المعايد دي تبقى مغلقة على بس اللاعيبة بتاعت الفرقة ولا يتم الاعلان عنها كل ده وارد وفي خضامه كل ده كمان الكابتن حسام غالي قائد النادي الاهلي عنده عرض في الدوري الامريكي والحقيقة انه حسام غالي رافض الانتقال الى ايا من ال او رافض العرض لا تحديدا عرض الدوري الامريكي يرى من وجهة نظره ضرورة بقاءه في النادي الاهلي في الوقت الراهن ده بحسب الكلام اللي كان وصل لحسام غالي من خلال وكيله نادر شويل حاول يكون معنا على الهواء اقول لنا اخر التفاصيل في موضوع حسام غالي ده ان كان فعلا هيترك الدوري المصري للدوري الامريكي وان كان رفض الموضوع برمته بشكل انهائي ولا يترك الامر ليه البحث ده اللي احنا هنعرفه